اشتركوا في القناة ونحسب له خطوة اللف لأقطاب حقيقية ونحاول ان نرسمها طيب عندنا محرك ثلاثة فاز أقطاب حقيقية سرعة 1400 دورة 48 مجرى احسب خطوة اللف لهم طبعا احنا هاي حسبناها طبعا نتابع للفيديو هاته السابقة على اساس ان احنا بنعدل من تأثيري الى أقطاب حقيقية طبعا القانون لو بتلاحظوا هو خطوة اللف طبعا للملف الكبير دائما خطوة اللف للملف الكبير تساوي عدد المجاري تقسيم عدد الاقطاب لاحظوا هنا ما في 2 على 3 في التأثيري في 2 على 3 أما في الحقيقي ما في 2 على 3 مباشرة عدد المجاري تقسيم عدد الاقطاب طبعا احنا عدنا 48 مجرى وعندنا 4 اقطاب حقيقية لان المحرك 1400 دورة اقطاب حقيقية فبكون عدنا 4 اقطاب حقيقية اذا 48 تقسيم 4 يساوي 12 اذا هاي خطوة اللف للملف الكبير بتكون عنا من 1 الى 12 من 1 الى 12 الان بنحسب عدد ملفات المحرك بالكامل كم الملف وبنحسب عدد ملفات كل فاز وبالتالي بنحسب عدد ملفات المجموعات على اساس نعرف انه كل مجموعة كمن اكم ملف ولما نطلع احنا كل مجموعة اكمل ملف طبعا زي ما حكينا هذا ال 1 الى 12 هي الخطوة الكبيرة طبعا الخطوات اللي بتظل بتطلع اصغر من هاي من 1 الى 12 طيب والان نحسب عدد ملفات الكلية للمحرك طبعا زي ما حكينا بما انه محرك جانب واحد بالمجرى اذا الملف بحتل مجرين اذا عدد الملفات الكليه يساوي نصف عدد المجاري زي ما حكينا ان شاء الله تكون انها واضحة هاي انه كل مجرى بحتل عفوا كل ملف بحتل مجرين يعني عندنا الملف الكبير خطوته من 1 الى 12 جهة من الملف تدخل في المجرى رقم واحد زي ما حكينا والجهة الثانية بتدخل في المجرى رقم اتناش تمام فبالتالي بيطلع عدد الملفات الكلية في المحرك يساوي نصف عدد المجاري طبعا احنا عنا 28 مجرى نضربها في نصف اه بيطلع عنا 24 ملف في المحرك بالكامل عنا 24 ملف في المحرك بالكامل اه طبعا والان بدنا نعرف قديش عدد الملفات في كل فاز بنقسم هذا العدد اللي هو الملفات الكلية بنقسمه على ثلاثة اللي هي ثلاثة فاز بنقسم 24 تقسيم ثلاث يساوي طبعا هاي ثلاثة ثلاثة فاز يساوي ثمن ملفات في كل فاز ثمن ملفات في كل فاز وبما ان المحرك عنا اقطاب حقيقية اذا عنا اربع مجموعات او اربع اقطاب حقيقية اذا عنا اه بنقسم الملفات لكل الفاز بنقسمه على عدد المجموعات اللي هو عنا اربع مجموعات في الاربع اقطاب الحقيقية اذا عدد ملفات الفاز عدد ملفات الفاز تقسيم عدد المجموعات عنا احنا عدد ملفات الفاز ثمانية بنقسمه على اربع مجموعات بطلع عنا ملفين لكل مجموعة إذن إحنا عنا المجموعة فيها ملفين فيها ملفين وما إنا بنعرف خطوة الملف الكبير إذن خطوة الملف الثاني اللي طرع معنا بتكون أصغر وبالتالي راح تكون عنا خطوة الملف أو خطوة اللف للمجموعة كالتالي من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12 هاي خطوة اللف للمحرك للملفين من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12 طبعا صار واضع عنا إذن إحنا عنا المجموعة خطوتها من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12 هاي قطوة اللف للمحرك 48 مجرى الأقطاب الحقية عنا أربع مجموعات بالفاز إذن باللف أربع مجموعات في كل الفاز بخطوة 1 إلى 10 و1 إلى 12 طيب إحنا عساس نعرف الآن كل الفاز وبدنا نبدأ نسقط فيه في أي مجرى نبدأ نسقط كل الفاز الآن نحسب وعشان نعرف هذا الكلام لازم نحسب اللي هي البعد بين مجريين على أساس أنه نحسب المسافة بين فاز والآخر طيب قانون البعد بين مجريين بقول 180 ضرب عدد الأقطاب تقسيم عدد المجاري طبعا 180 عنا رقم ثابت ضرب أربع أقطاب تقسيم 48 طبعا لكم تحسبها بالله الحاسبين ما في مشكلة 180 تطلع كأنه 720 خلوني أشوفها 180 ضرب أربعة تساوي 720 هاي 720 بنقسمها على 48 مجرى بيطلع معانا 15 فعلا بيطلع معانا 15 هاي الخمستاش اللي هي البعد بين مجرين بما أنه طلعنا البعد بين مجرين الآن بنحسب المسافة بين الفاز وآخر طبعا قانون المسافة بين الفاز وآخر بيقول 120 اللي هي المسافة بين الفازات أو الزاوية الكهربائية عفوان الزاوية الكهربائية 120 درجة تقسيم البعد بين مجرين البعد بين مجرين اللي هي 15 اللي طلعناها هون إذن عنا 120 تقسيم 15 بيطلع عنا 8 خلوني أنا برضو أتأكد منها 120 تقسيم 15 ساوي فعلا ثمانية طبعا ثمن مجاري بين فاز وآخر ثمن مجاري بين كل فاز وآخر إذن بيصير عنا احنا بين كل فاز وفاز ثمن مجاري إذن الفاز الأول يبدأ في المجرى رقم واحد الفاز الثاني يبدأ بمجرى رقم 9 الفاز الثالث يبدأ بمجرى رقم 17 طبعا إحنا الفاز الأول يبدأ بمجرى رقم واحد بنتي في حسب خطوط اللف بنتي في 12 الفاز الثاني الآن عنا المسافة بين الفازين ثمن مجاري الآن بنعد ثمن مجاري من بعد الفاز رقم واحد لأن الفاز رقم واحد مليان عفوا أن المجرى رقم واحد مليان في الفاز الأول فبنعد ثمانية زائد واحد دائما فبنقول مجرى رقم واحد بنزيد عليه بنبدأ من المجرى اللي بالثاني بنعد ثمن مجاري فنوصل لمجرى رقم تسعة ونفس الكلام من مجرى تسعة ما بنعده بنبلش نعد من بعده بنعد ثمن مجاري بنوصل لمجرى رقم 17 يعني هي واحد زائد ثمانية بيطلع معانا تسعة تسعة زائد ثمانية بيطلع معانا سباطاش وهاي هي إن شاء الله والآن قدرنا نحسب الخطوة والمسافة بين الفازات وكل شيء تمام إن شاء الله الآن ننتقل إلى الرسم إلى فيديو الرسم فخليكم معانا تابعونا ولا تنسوا زي ووصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته